بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابنى سيدي الوصيل السلام عليك يا ابن فاطمة سيدتي نساء العالمين السلام عليك يا ثار الله وابنى ثاره هو الوتر الموت السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنعك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيته وبقي الليل والنهار يا أبا عبد الله لقد عظمت وزيرها وجلات عظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلات عظمت مصيبة بك في السماوات على جميع أهل السماوات فلعن الله أمتين أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل الميت ولعن الله أمتين دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمتين ولعن الله أمتين قتلتكم ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتع لكم برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة ولعن الله أمتين وعلى مرهان ولعن الله بني أميتا قاطبا ولعن الله ابن مرجاة ولعن الله عمر بن سعدين ولعن الله شمرا ولعن الله أمتين ولعن الله أمتين أسرجت والجنوت وتنقبت لقتانك بأبي أنت وأمني لقد عظم مصابين فأسأل الله فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجيبا بالحسين عليه السلام عليه السلام في الدنيا والآخرى يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك هو بالبراءة هو بالبراءة من من قاتلك ونصب لك الحار هو بالبراءة من من أسس أساس الظلم والجور عليكم وأبره إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياكم برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقربوا إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالات وليكم وبالبراءة من أعدائكم والمعصبين لكم الحار وبالبراءة من أشياهم وأتباعهم إني سلم لمن سالمكم وحربون لمن حاربكم ووليون لمن موالاكم وعدون لمن عاداكم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفتي ومعرفتي أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبتني وأن يثبتني عندكم قدما صدقين في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني وأن يرزقني طلب أثاركم مع إمام هدى ظاهرين ناطقهم بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبتين مصيبتين ما أعظمها هو أعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد وممات محمد وآل محمد اللهم إن هذا يوم تبركته بنو أميا هو ابن آكلة الأكبر اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطنين وموقفين وقفا فيه نبيك صلى الله عليه وآله اللهم لعن أبا سفيان ومعاويا ويزيد ابن معاويا عليهم منك اللعنة أبد الآبدين وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه اللهم فضاعف عليهم اللعنة منك والعذاب اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالات لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام اللهم لعن أول ظالمين ولما حق محمدين وأول محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشاعت وبايعت وتابعت علاقت اللهم لعنهم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله أخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحام الحسين وعلى أصحام الحسين اشتركوا في القناة